موسيقى نسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين الأجواء الحالية أجواء حارة إلى ما إلا الحرارة وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق ما بين 33 إلى 37 درجة مئوية لكن أيضا الحرارة المحسوسة أقل من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة سرعة 8 إلى 30 كم في الساعة ومتوقع ستستمر معنا حتى نهاية نهار هذا اليوم من بعدها سيبدأ نشاط الرياح الشمالية الغربية خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر وقد تصل ما بين 12 إلى 40 كم في الساعة وقد يصاحبها ارتفاع في الأمواج قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام لذلك اللي عنده أي خطط لأي نشاط بحري في مساء هذا اليوم خلي تابع سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء تميل إلى الحرارة وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 35 درجة مئوية لكن الحرارة المحسوسة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية رطوبة نسبية 12% رؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كم رياح حاليا شمالية شرقية على مدينة الكويت تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية بين لنا أجواء كانت صافية بشكل عام وخالية من السحب على دولة الكويت وكذلك على معظم المناطق في شبه الجزيرة العربية حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مؤثر علينا بهوى شمالي غربي مع أجواء صافية ومتوقعة راح تستمر معانا لعدة أيام الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة أو نقدر نقول أجواء معتدلة مع استمرار الهوى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة تصل سرعتها في مساء هذا اليوم ما بين 12 إلى 40 كم في الساعة بشكل عام على معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر لكن متوقع أن يكون نشاط الرياح من حين إلى آخر ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وداخل البحر وأيضا رحية سبب ارتفاع الأمواج اللي قد تصل ما بين 2 إلى 6 أقدام أيضا متوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام في مساء هذا اليوم ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية وأيضا الحرارة المحسوسة رح تكون أقل من هذه المعدلات في صباح يوم الغد أجواء رح تكون لطيفة ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية على المناطق الغربية أما على بقية المناطق متوقع تكون ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية هوى شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 32 كم في الساعة مع أجواء مشمسة سما صافية خالية من السحب ومتوقع رح تستمر معنا حتى نهار يوم الغد مع استمرار الهوى شمالي غربي أيضا رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة أجواء أيضا رح تكون حارة إلى ما إلى الحرارة ومتوقع تصل درجات الحرارة في نهار يوم الغد ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية البحر خلال يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 تقدام ولازلنا في فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء أضعيفة المد الأول في يوم الغد ساعة 24 دقيقة الصبح المد الثاني ساعة 38 و35 دقيقة مساء الجزر الأول ساعة 12 و23 دقيقة ظهر أما الجزر الثاني ساعة 12 و35 دقيقة بعد منتصف ليلة باتشر أما بالنسبة للمواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 24 و28 شروق الشمس ساعة 45 و47 وموعد أذان المغرب ساعة 25 و23 دقيقة أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة ابتداء من يوم الغد إلى يوم الأربعة رح تستمر الأجواء مشمسة سما صافية خالية من السحب أجواء حارة إلى مائلة للحرارة نهارا متوقع تصل العظمى ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية أجواء لطيفة مناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية ومن ضمنها أيضا الأنشطة البحرية الاستمرار في الهوى الشمالي الغربي من يوم الأحد إلى يوم الأربعة خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام قد تصل سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساحة لكن في يوم الخميس قد يكون هناك تقلف في اتجاه الرياح ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية أحيانا أيضا متوقع متوقع تصل عظمى إلى 37 أما صغر المتوقع 20 درجة مئوية مثل ما ذكرنا هو متقلب الاتجاه ما بين شمالي غربي إلى شمالي شرقي أيضا رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة إزال المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية ونترككم مع درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم اشتركوا في القناة